تقول هذه سلام عليك يا شيخ هل يجوز لي أن أقترض مبلغا ماليا لغرض أداء فرضة الحج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب نعم لا بأس إذا كان الإنسان لا يملك مالا للحج ويريد أن يقترض دينا من أجل أن يحج وهو يعلم من نفسه أنه سيسدد هذا الدين فلا بأس أما إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يسدد هذا الدين فنقول له الله ما كلفك وقد ورد عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك عبد الله بن أبي أوفى صحابي رضي الله عنه جاء عنه عند الشافع في الأم وعند ابن أبي شيبة أنه سئل عن هذا بعينه سئل عن الرجل يستقرض من أجل الحج فقال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة قال يسترزق الله ولا يستقرض ثم قال وكنا نقول لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء يعني ما دام يعرف من نفسه أنه سيؤدي هذا الدين فلا بأس إذا كان له وفاء الله عز وجل ما أوجب عليك الحج إلا عند الاستطاعة وهو مرة في العمر فإذا لم تستطع فلا يجب عليك الحج لكن لو قال أنا أستطيع أن أسدد هذا الدين وعندي قدرة ستأتيني أموال ستأتيني تجارة سيأتيني راتب سأدفع فنقول لا بأس لا بأس ويجوز من حيث الجواز هو جائز ومع ذلك الله سبحانه وتعالى كريم ولطيف بعباده قد يحج الإنسان ويستقرض ويتدين ويكثر من الدعاء في حجه فالله عز وجل يقضي عنه لا سيما وهو ينوي أن يسدد هذا الدين ولهذا جاء بإسناد صحيح عن بعض السلف كما في مصنف ابن أبي شيبة وعند ابن سعد في طبقاته أن محمد بن المنكدر كان يستقرض من أجل الحج فلما عابوه وتعجبوا من صنيعه وقالوا كيف تصنع هذا كيف تستقرض من أجل الحج كيف وعليك دين فيقول لهم الحج أقضى للدين نعم